بعد أن تعرفنا على معنى وصول التربية نأتي إلى العنصر الثاني وهو المتعلق بأهمية دراسة الوصول التربوية ما أهمية دراسة وصول التربية أو بصيغة أخرى لماذا ندرس وصول التربية أو لماذا على الطالب المستجد في كليات التربية أن يبدأ بعم المقررات وأشملها وأكثرها ربما أولية وهي الأصول التربوية ما هو وجه الأهمية في هذه المادة المعرفية أو العلمية التي هي أصول التربية في الواقع هناك جملة من أشكال الأهمية في دراسة الوصول التربوية ربما أول هذه الأسباب أو هول هذه المستويات في الأهمية هي أن أصول التربية تساعد على فهم تفاعل المدرسة مع المؤسسات الأخرى طيب كيف ذلك؟ طبعا المدرسة هي عبارة عن خالية خالية في جسم هذا الجسم بدوره مكون من عدة خلايا طيب كيف يمكن أن تكون العلاقة بين هذه الخلية التي هي المدرسة وبين بقية الخلايا الاجتماعية الأخرى؟ مادة وصول التربية تبين ذلك لأنها تكشف في واقع الأمر عن التأثير الذي تحمله المؤسسات الأخرى في عملية توجيه التربية كنا تعرضنا في واقع الأمر في الوحدة السابقة إلى أن من خصائص التربية أنها عملية موجهة وموجهة أي أنها عملية تتأثر بالاتجاهات الثقافية في المجتمع ولكنها كذلك تؤثر في الاتجاهات الثقافية إذن أصول التربية لما تبحث في هذه العلاقات بين الخلايا الاجتماعية وخالية المدرسة فهي في واقع الأمر تكشف عن التفاعل القائم بينها جميعا الأهمية الثانية هي أن الأصول التربية تساعد في فهم التفاعل مع النظم المجتمعية الأخرى تقريبا نفس المعنى هنا ليس هناك فارق كبير فقط أن كنا نتحدث عن مؤسسات صرنا نتحدث عن نظم سيستيمز يعني بين مؤسسات ونظم هناك نوع من التمايز ربما في علم الاجتماع علماء الاجتماع قد يقفون على ربما بعض الخصوصية في هذه المفاهيم مفهوم المؤسسة قد يختلف عن مفهوم النظام أو النظم مع العلم أن النظم صارت موضوع علم فاليوم نتحدث عن علم النظم إذن الأصول التربوية لديها هاتين أو هذين المستويين من الأهمية يضف إليهما أن الأصول التربوية أيضا من مستويات الأهمية أنها تكشف علاقة التربية بالعلوم الأخرى في الواقع كنا رأينا في الوحدة السابقة وأذكر هنا بذلك الشكل الحلزوني الذي يبين علاقة التربية بالعلوم الأخرى سواء كانت علوم لغوية أو علوم طبيعية أو علوم شرعية أو علوم صحيحة فالتربية في علاقة قلنا أنها علاقة تبادلية أي تفاعل مشترك بين التربية وبين جميع هذه العلوم أصول التربية تكشف في واقع الأمر كتخصص كمادة تكشف هذا التفاعل تبين هذا التفاعل بين العلوم وبين التربية كذلك ندرس أصول التربية للسبب الرابع وهو كونها تسهم في التعرف على الوظافة الاجتماعية للمواد الدراسية كيف ذلك؟ كل مادة دراسية في واقع الأمر لها وظيفة اجتماعية مهما بدت هذه المادة الدراسية أحياناً نظرية وأحياناً بعيدة عن الواقع ولكن لو تأملناها جيداً سنجد أنها في علاقة بشكل من الأشكال بمجال من مجالات حياتنا الإنسانية سواء مجال ثقافي مثلاً أو مجال اقتصادي أو مجال اجتماعي أو مجال أسري أو أي مجال أو مجال شخصي فكل المواد الدراسية هي في واقع الأمر في علاقة أو لاها وظيفة اجتماعية لماذا؟ لأن بالأساس المواد الدراسية من أين أخذت؟ هي أخذت من الخبرات الإنسانية أو الخبرات الاجتماعية من يعطينا المواد الدراسية؟ من ينشئ المواد الدراسية؟ هم خبراء التربية من أين يأخذونها؟ يأخذونها من المجال المعرفي الإنساني والاجتماعي فإذن كل المواد الدراسية هي نتيجة خبرات خبرات نتيجة تجارب نتيجة بحوث ولذلك فلها بالتأكيد وظائف اجتماعية وصول التربية كمادة علمية تحاول أن تبحث في تلك العلاقة بين الوظائف الاجتماعية بين المواد الدراسية ووظائفها الاجتماعية أو بعبارة ربما تربوية متخصة كشف عن علاقة التعليم بالبيئة وهي مسألة مهمة للغاية من مستويات الأهمية أيضا في دراسة وصول التربية هي أن وصول التربية تقوم بالتوجيه الكامل العمل التربوي لأنها هي التي تضع إنشئنا الطريق تعبد الطريق وتضع له اتجاهه فعلم أو وصول التربية هي التي تحدد لنا في الواقع فلسفة النظام التربوي الذي ينبغي أن نؤسس عليه منظومتنا التربوية ككلها المختصون في أصول التربية يعرفون جيدا أن كل نظام التربوي يحتاج إلى نظرية يتأسس عليها من يقدم لنا هذه النظرية التي يتأسس عليها النظام التربوي هي الأصول التربوي كذلك من مستويات الأهمية في دراسة الأصول التربوية أنها تكشف عن الأسليب الملائمة للواقع الاجتماعي وللتغيرات الاجتماعية اللاحقة أصول التربية تدرس التربية في علاقتها بالواقع الاجتماعي ولذلك فهي تحاول أن تبين أفضل الأسليب والطرق ليس الطرق التدريس ولكن الطرق التي تبنى عليها الأنظمة التربوية لكي تكون هذه الأنظمة ملائمة للواقع أكثر ما يمكن ومناسبة للتغيرات الاجتماعية المطلوبة أو المتوقعة في المستقبل إذن لدينا تقريبا ستة من المستويات الأهمية التي تبرر لنا دراسة الأصول التربوية أو جعل هذا العلم من المقررات الأولى بالنسبة للطلاب المستجدين في كليات التربية ترجمة نانسي قنقر